موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم والله مشاهديننا ومستمعيننا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب نعم يا ورحمة سلامك يا حمد الله يرحب أنتم مشاهدين الكرام ومستمعين في حلقتنا اليوم اللي إن شاء الله فيها مواضيع كثيرة نتمنى أنها تحيز على رضاكم وعجابكم بإذن الله تعالى وفي حلقة الليلة أيضا بالناقش مع ضيوفنا الموجودين الحين في مجلس الريان مواضيع متنوعة منها الصحي والرياضي والثقافي والفني أما من الخارج بيكون معانا الزميل سفر الهاجري من صالة الجنباز الفني ضمن الفقرة الرياضية الأسبوعية نعم سفر أكلمنا أكثر عن مضمون الفقرة اليوم بإذن الله تعالى نعم حياك الله يا حمد وحياك الله يا أحمد وحياكم الله عزيزي المشاهدين أنا الآن متواجد في صالة الجنباز الفني ضمن الفقرة الأسبوعية الفقرة الرياضية رح نتعرف إن شاء الله معاكم على رياضة الجنباز من خلال بعض التقارير وأيضا استضافة السيد علي أحمد عيسى الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجنباز تابعونا بعد قليل بإذن الله تعالى الله يتكلم فعافية السفر نعم مشاهدين الكرام مع دخول فصل الشتاء تشهد المحلات إقبالا على شراء أغطية النوم الشتوية والمدافئ التقرير التالي يصلت الضوء على الاستعدادات المصاحبة لفصل الشتاء وبعض الوسائل التي تحد من أخطار المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة لا شك أن فصل الشتاء هو موسم الخير والعطاء وله خصوصياته مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار أحيانا وهذه العوامل تستوجب الاستعداد لها والوقاية المسبقة من تأثيراتها المحتملة ومن تلك الاحتياطات الإقبال على بعض الأطعمة والمشروبات التي عادة يتم تناولها في فصل الشتاء لأنها تساعد على الحفاظ على حرارة الإنسان بالإضافة إلى كونها عامل مساعد على الوقاية من الفيروسات المسببة لأمراض البرد وبالتوازي مع ذلك يلجأ الناس إلى ملابس أكثر سماكة للوقاية من البرد ولا سيما منها المصنوعة من الصوف بالإضافة إلى استخدام البعض إلى المدافئ وأغطية النوم الثقيلة كالبطانيات نعم مشاهديننا مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يصبح الإنسان أكثر تعرضا لعدد من الأمراض ولا سيما المتعلقة بالجهاز التنفسي نعم للتعرف على آلية الوقاية من هذه الأمراض معنا في الستيديو الدكتور محمد محمود العامري استشاري ومساعد مدير طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية يا مرحبا مسرح يا دكتور يا مرحبا سهلا أحياكم الله شكرا على هذه الاستضافة دكتور احنا نتكلم عن البرد وكذا وانت ما شتيتها دكتور لا لحن نحن نشتين أنا واحمد الله يذكره يا دكتور دكتور لو نتكلم بداية شن هي أبرز الأمراض التي ترتبط بموسم الشتاء وموسم البرد هذا ما شاء الله الشتاء هذا البرد شوي بزيادة هسته هذا والله الحمد في البداية بسم الله الرحمن الرحيم من المعروف في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تنشط الكثير من الفيروسات فيتم انتقال الفيروسات إلى جميع الأعمار وتختلف الأعراض منها ما بين الإنسان البالق أو الأطفال فكثير من أمراض الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي هي أكثر الأمراض انتشارا منها التهاب اللوزتين التهاب الإذن الوسطى الرشح التهاب الشعيبات الهوائية أو التهاب الرئى أو الصدر المسمى طبيا بالنمونيا فهذه هي أكثر الأمراض انتشارا وفعلا لملاحظة زيادتها في الطوارئ طيب دكتور أكثر الفئات العمرية تعرض لمثل هذه الأمراض التي انذكرتها قبل شوي هي مقتصرة على الصغار أو لا؟ الشيء إذا يجي الكبار وعد طبعا هذه الأمراض تصيب جميع الفئات ولكن الأطفال سبت عدم تعرضهم للفيروسات في البداية فهم أكثر عرضة أو الأعراض تصبح أكثر وضوحا فبالنسبة للإنسان البالغ أو الكبير الأعراض تكون عبارة عن مثلا رشح ألم في الحلق مثلا ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة بسيطة فالأطفال أكثر أعراضا بمعنى أن كثير من الأطفال مثلا يستطيعون التهاب شعيبات هوائية حاد يحتاجون إلى مستعاة للشعيبات الهوائية يحتاجون مثلا بعضهم حتى في الحالات الصعبة إلى المساعدة بجهاز تنفي الصناعي للعنايات المركزة نحو فهذه أكثر الحالات حدة ثانيا في فئة من الأطفال الأكثر عرضة أو الأكثر أعراضا اللي هم أحديثي لولادة الرضع ومو بالرضع بس في عمر الشهر الأول أو الشهر الثاني الفئة الثالثة من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة بمعنى الأطفال المصابين بأمراض القلب الأطفال المصابين بالتحسس في الجهاز التنفسي أو أمراض المزمن أو الأطفال اللي عندهم ضعف مناعة الربو الربو جزء منهم كمان يتأثرون كثير الأطفال المصابين مثل ما قلت لك بضعف في الجهاز المناعي أصلا يكونون أعراضهم أكثر الأطفال المولدين القصر اللي نولدهم قبل وقتهم مثلا هذا الأعراضهم بتكون أكثر وإحيانا تكون فعلا صعبة دكتور لو نتكلم عن شرون ممكن نحن نغي نفسنا من العدوى ومن هذه الأمراض ولو نتكلم بحصوص أكثر الأطفال في المدارس والتجمعات هي الوغاية طبعا خيرا من العلاج كما هو متعارف عليه فالأطفال أولا إذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة فهناك وجود بعض التحصينات أو التطعيمات اللي مفرد تعطى في بداية كل فصل شتاء اللي هي بالذات تطعيم الإنفلوانزا أو تطعيم الفيروس اللي هو الـ RSV اللي يسبب كثير من التهابات الشعيبات الهوائية أي حد يقدر يأخذه دكتور أو لا لازم المريض المتعارف عليه طبيا وبحسب التوصيات اللي هي الـ American Academy of Pediatrics حطين مواصفات معينة منهم الفئة المستهدفة فالفئات المستهدفة هم الأطفال حديثي الولادة اللي يكون مثلا عندها بولادة مبكرة أو الأطفال اللي عندهم مثل ما قلت لك في المناعة أي مناعة ضعيفة أو الأطفال المصابين بأمراض مزمنة مثلا الأطفال اللي عندهم أمراض القلب يعني محتاجين فعلا للتطعيمات أو أمراض الربو كما تفضلت هذه فئة مستهدفة يجب الوغاية منها أثنين بالنسبة للوغاية اللي ممكن الكل يسويها هي الحرص مثلا عدم الحضور في تجمعات كثيرة بدون حاجة ملحة يعني إذا ودي أنصح ممكن للأطفال أو حتى الكبار استخدام الكمامات أو الواغي هذا يقلل من انتشار الفيروسات الشيء الثالث حتى على مستوى الأسرة أو على مستوى الزيارات يعني الإنسان البالغ إذا حاسس بأعراض رشح وأعراض كحة فعدم الاقترام من الأطفال أو بالذات التقبيل للأطفال الصغار لأنه ينقل لهم الفيروس الوسيلة المهمة كمان هي حناية بنظافة اليد أو النظافة الشخصية لأن الفيروس ينتقل باللمس ممكن أكثر أحيانا من الجهاز التنفسي فالأفضل أن الأم عندما تتعامل مع طفل يعاني من التهابات يجب عليها بعدها بالغسيل لمدة 15 ثانية على الأقل واستخدام بعض المطهرات المتعارف عليها بدون ذكر أسماء للتعقيب فهذه من الأشياء المهمة جدا والحرص طبعا على مسح المقابض مسح بهذه الأمواد المؤقمة على أساس ما تنتشر العدوى بين الأطفال على مستوى المنزل ثانيا عدم التعرض مثلا في الهواء الطلق الفترات الطويلة للأطفال والاهتمام مثلما ذكرته في التغرير السابق ارتداء الملابس الجائث الثقيلة كنا نقول الشتوية عدم الظهور بكثرة في البرد في الهواء البارد في الهواء البارد طبعا لأنه هو السبب الرئيسي طبعا هو البرودة نفسها وكما أنه تواجد الفيروسات في الجو نفسها هي طبعا من العوامل المهمة في انتباع الأمراض صحيح طيب دكتور إذا نتكلم عن المأكلات والمشروبات التي تحد من خطورة الشيء هذا أو تخفف من تعرضي للمرض هي معظم المشروبات خلنا نقول هي عوامل ملطفة للإحساس أو تخفيف الألم أو تخفيف الاحتقان منها طبعا ننصح بالكثير من شرب السوائل بشكل عام السوائل الحارة الدافية أو الحارة واستخدام السوائل حتى الماء العادي انزل مو بالبارد بكمية كبيرة لأن الجسم محتاج لكثير من السوائل الجف مش بس الجفاف عملية إفراز الإفرازات التي تحدث في الجهاز التنفسي ممكن تصير في الجفاف فتعمل انسداد في الأنف انسداد في غنات تستاكيوس فيبتدي الإنسان يحس بألم أذن فهذه الأشياء الدافية تساعد طبعا من الأشياء المتعارف عليها الأشياء الغنية بالفيتامين سي فمثلا عندك البرتغال عندك العصائر هذه الليمون عندك الزنجبي بالنسبة للكبار كويس بالنسبة للأطفال والخوف من اللي عندهم تحسس شوية في الجهاز الهضمي وفي المعدة فممكن يكون مؤلم بس الابتعاد عن الأشياء الباردة بكل أنواعها الأكل العادي فيه أشياء تنصح فيها بس صراحة ما حصلت لها سند علمي كبير بس ركومندد أن الشربات الموجودة منها شربة الدجاج على سبيل المثال متعارف عليها بس أحيانا وجود بعض بالنسبة للكبار إذا وجود مثلا بعض البهارات أو الفلفل هذه تساعد برفع درجة الحرارة في الأكويسة في فصل الشتاء كان على فصل الشتاء لأنها ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة تساعد على أن الدورة الدموية تكون أكثف في المكان فبالتالي عملية الاحتقانة تخف الإحساس بالألم يصبح أفضل السوائل أو الإفرازات المخاطية الجافة تصبح نوع من الليونة فهذه كلها تساعد على أن جميع الأعراض يعني أنت تجربها من نفسك تحسك أن تشرب أشياء دافية تحس له والله الألم كان بدرجة معينة صار أحسن هذه معظم الأشياء اللي منصح فيها بشكل عام فيه دكتور يعني أكثر شيء يسونا في الشتاء بالذات في الليل الكبسات الأكل الثقيل الدسم اللي فيه يعتبر نسبة الدهن هذه ممكن يعني تحصن الجسم في الليل طبعا نحن أكيد أن مثل الكبسات فيها زيوت وفيها بهارات لكن نسميها كبسة الشتاء كبسة الشتاء ليش لأن الإنسان مع خفاء درجات الحرارة بالطبع يحتاج إلى طاقة يحتاج إلى سعرات حرارية أكثر وهذا نوع من التدفية يعني أنت لما تتناول أشياء فيها سعرات حرارية كثيرة بالضبط هذا نعم لكن ليس علاقة أنها تحمي من أمراض لا لا حنتكلم في الشتاء تعالش بعضهم في الكبسات يا دكتور يحط يعصر الليمون يحط الفلفن يعني ترادي كلها دواس يعني تلاقي عادة عرض صحيح معرض لا أقول لك بفصل الشتاء مثلا الأكثر من المشروبات العالية بالسعرات الحرارية أنت تحس بأن خفاض درجة الحرارة جسمك يحتاج طاقة أكثر فالأكل سواء كان الدسم أو الأكل مثلا الأشياء فعلا تحسسك بالدفع لأنك ترضع مستوى السعرات الحرارية ومستوى الأيض في الجسم لكن لا تقين تماما أكيد دكتور بداية كلام ذكرتي أول نقطة اللي هي التطعيمات اللي تأخذ قبل لصابة المرض مع دخول أكثر ما هي مدى فعالية هذه التطعيمات التطعيمات هذه مفيدة جدا ومهمة جدا وتساعد أنها تغيير الأطفال في الفئة المستهدفة من الأصابة من أنواع يعني طبعا الفيروسات أعدادها غير طبيعية مهولة ولكن في أنواع معينة معروفة أنها شديدة فمثل الفيروس الارز في اللي يصيد الأطفال أو حتى يصيد نحن الكبار بس عبارة على شكل على شكل رشح أو الفيروسات مثل الإنفلونزا الإنفلونزا طبعا حتى ممسمو الصفيف في الفئات العمرية حتى نحن مثلا على مستوى مؤسسة حمد أو المراكز الصحية لأن نحن أكثر عرضة للتعامل مع المرضى ففي وقت معين في كل سنة طبعا يجب على الموظفين جميعا أن نأخذ الفيروس للتطعيم أنا أخذها يا دكتور وأنا ودي فعلا أنه يعمم ليس بس على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة لو يطعم الجميع من هذه طبعا الحمد لله الدولة في خير وأعتقد في مشكلة أن تغذير التطعيمات أفضل مني في هذا الموضوع هو قسم التطعيمات في المجلس الآل على الصحة وهم عندهم بروتوكولز وعندهم أشياء ماشيين عليها على حسب المعايير العالمية إن شاء الله دكتور محمد محمود العامري استشاري ومساعد مدير طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد طبية شكرا لوجودك معنا وشكرا على هذه النصائح التي قدمتها لنا ومشاهدينك الكرام شكرا جزيلا وسعدة بالاستضافة وأجزاكم الله خير وشكرا مرة ثانية الله يحب شكرا لك مشاهدين الكرام بعد الفاصل إن شاء الله بنتابع النظافة وأهميتها في بلدنا الحبيب والقانون الذي سن من أجل الحفاظ عليها اشتركوا في القناة